اتقى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو معاون رئيس أركان الجيش للتدريب ورئيس جامعة الدفاع لدرسات العسكرية وعزد من عمداء الكليات وضباط الجيش العراقي وحلف الناتو في العراق والقى محاورة على طلاب كليتي الحرب والدفاع الوطني ومنتسبي تشكيلات الجامعة تناولت مهمة حلف الناتو في العراق ودورها في تطوير مهمة الجيش العراقي من خلال التدريب وبناء القدرات القتالية واعجاد منهج خاص لتدريب كوادر تدريبية قادرة على تطوير أداء المؤسسة العسكرية سعيد جدا بوجود اليوم بجامعة الدفاع العسكري أشكر جزيلا الجهود المبذولة من الجانب العراقي أنا سعيد جدا وأهن الجانب العراقي على حربهم وتصديهم لداعش كان هذا بفضل الجهود المذكورة أكيد ما بين العراقيين وبدعم منح الفناتو ونحن نستمر على علاقاتنا الوطيدة من خلال البعثة المتمثلة بها أنا اليوم شكرا دولة رئيس الوزراء ووزير الدفاع وأيضا الفريق الجميل من خلال جهودهم المبذولة في إعداد كوادر القوات المسلحة العراقية لساعدتهم في التصدي وفي بناء هذا الكادر المتفاني في تصدي للحرب أو لحرب الإرهاب في العراق زيارة مهمة من قبل الأمين العام لحلف الناتو لإحداث تشكيلات دارة التدريب عبرت عن آفاق التعاون المثمر بين حلف الناتو ومؤسس العراق العسكرية بجميع تشكيلاتها في مجالات التدريب وتطوير المناهج في جامعة الدفاع وبقية المؤسسات التدريبية والصنوف والخدمات وبناء القدرات في مواجهة الإرهاب كان يكون زيارة للسيد الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبيرك وكان زيارة لمعالي الوزير بعد أن زار جامعة الدفاع للدراسات العسكرية وألقى محاضرة على طلاب الدارسين في كلية الحرب وكلية الدفاع الوطني وكانت محاضرة قيمة عن التعاون بين العراق وبين حلف الناتو اليوم تعززت هذه الزيارة بإلقاء محاضرة على الطلاب الدارسين في كلية الدفاع الوطني وكلية الحرب وكان هناك حقيقة استمزاج بالآراء ما بين السيد الأمين العام والطلاب وكذلك عمداء الكليات وحقيقة استنتج بأن هذه الجامعة وهذه الكليات لها مستوى عالي من التعليم ومن التطور ويبقى التعاون مستمرا بين حلف الناتو ومؤسسة العراق العسكرية من أجل إنشاء حلقة من المدربين يكونون من القدرة والكفاءة وتعزيز عمل قوات الأمن العراقية من مقر جامعة الدفاع صباح الخزعلي إعلام مزارة الدفاع